السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم يوسف زيدان. دليل لكم في علامة الربح والمعرفة من العملات الرقمية. وموضوعنا النهاردة هيكون عن ازاي اعرف اسم العملة قبل ما تنزل على باينانس. تمام? انا دلوقتي عايز اعرف الاسم العملة او اسماء العملات اللي هتنزل على باينانس. كمان مثلا 14 ساعة 48 ساعة. انت عايز تعرف اسم العملة بس عشان ايه? لو هتشتريها قبل ما تنزل على منصة او لو هتحضر نفسك وتشتريها لما اول ما تنزل بالزبط على باينانس. بس ما نصحقش يعني. انا ما نصحقش انك تعمل كده لان ده بيبقى بوتات. ده الحتام بتبع عاملة حاجة اسمها بوتات. بتخش تلقائي يعني تدوي الالي كده زي الالي كده هو بيخش اشتري مش هتلحق. انت اصلا لو اشتريت بيدك انت مش هتلحق. وممكن تسعد بتعمل كزا ضيعك. والوردر بتاعك تنفس فوق وتنزل الهبوط وتخسر في الوزاق. فبلاش. لو انت عايز تستفاد اشتريها قبل ما تنزل على المنصة. تمام? طيب الاول كده. يا ريت لو الفيديو عجبك. ما تبقلش علينا بلايك وسبسكرايب وشيره لأي حد انت عارف ان هو محتاج حاجة زي دي. تمام? والناس اللي اول مرة تشاهد الفيديو هسيب لك آآ لينك للقناة القناة التليجرام في الوصف تحت. تمام? قناة التليجرام بالنزل على توصيات بنزل عليها اخبار بنزل عليها تحاليل. فلو محتاجها هتلاقي لينك القناة تحت في الوصفة. تمام كده? تمام. يلا بنا نبدأ. بصة باشا. عشان تعرف اسم العملة اللي هتنزل على لازم في كزا طريقة. بس انا اللي انا يعني انا عارفه دلوقتي او اللي هينفع لنا اقوله بالفيديو ده دلوقتي هقوله. تمام? اول حاجة ان انت بتروح على مناسة تمام? يا اما بيجي لك في الاشعارات. تمام? في الاشعارات تضغط عليها. تمام? بيجي لك هنا الاشعارات كده فانت يخش بقى ترجم وايه? وتابع الاخبار دي. بيجي لك هنا في اخبار كده بيجي لك هنا. تمام? بس بيجي لك هنا امتى? قبلها بساعة ساعتين. كشان تحضر نفسك يعني. فانت ايه? لو هتتبع من هنا تمام? دي طريقة. طريقة تانية انك بتروح على حساب اللي على تويتر تمام? وتتبعه. وتعمل خاصية انه يجي لك ايه تغريدة هتنزل. يجي لك اشعارها على التليفون. تمام? دي طريقة تانية. تمام? كده في طريقة بقى تالتة. تمام? هسيب لك الرابط بتاعها. الرابط بتاع الطريقة التالتة دي هسيبها لك في الوصف تحت. الرابط ده يعني خليه عندك يعني احفظه في ايه يعني احفظه في ايه حاجة عندك. الرابط ده كل مدى كده انك ترائب اللينك دوت تدخل عليه هتلاقي اللينك ده هو بيباع عليه اصلا الاخبار يعني اسماء العملات اللي هتنزل على مناسبة بنانس قبلها باربع عشرين ساعة. ده اللينك بقى اللي هيفيدك اللينك اللي انا هسيبه لك في الوصف تحت ده اللي هيفيدك. كل يعني كل مدى كده تدخل عن طريق اللينك دوت وتيرى الاخبار اللي هتلاقي بقى لو في اسماء عملات هتنزل هتلاقي اسم العملة. فهتتحضر نفسك وتشتريها. تمام? تمام. برضو في حاجة. انت دلوقتي اعرفت اسم العملة وعليس تشتريها قبل ما تنزل على باينانس. هتعمل ايه? هتاخد اسم العملة دي وتروح على مسلا تطبيق او مسلا زي دي كده. تمام? وتبحس عن اسم العملة هنا. هتبحس عن اسم العملة. طبعا اتعرفت اسم العملة هتنزل. تبحس هنا. على اسم العملة. بعد ما تبحس هتضغط عليه. يعني مسلا وليكن. مسلا. مسلا بديك مسال يعني ان انت ما تبحس هتلاقيها بقى انت هتضغط عليه. هدا البرائس تشارت. هنا البرصات بقى. دي البرصات. هتعرف هي على اي منصة عشان تشتريها. فدي المنصات اللي هتلاقي عليها ايه? العملة دي. غير بنصة يعني. تمام? فانت مسلا تشوف المنصة دي عندك. ودخل على المنصة واشتريها. تمام? وحضرها معك. لو لقيتها على اي منصة زي دي. ده احسن. ده احسن طريقة يعني. فيه منصات كتير. الوونت وارك. كريبت دوت كوم. باينانس دبعا دي ما فارغه منه. فيه في كزا منصة. كده يعني. تمام? فديا عشان تعرف تشتري العملة. يعني انت بعد ما تعرف اسم العملة وتقاه وتروح عايز تشتريها. فانت عايز تعرف هي موجودة على اي منصة. فانا زي ما قلت لك كده. هتدخل على التطبيق بتاعهم. او مسلا التطبيق زي ده. اللي هو وتبحس. وتايه? على اسم العملة وتعرف اه. يعني مسلا زي ما قلتها تبحس وتضغط. وهتلاقي بتاعها كده. وتلاقي البرسات بقى. اكتشينجز. تمام? بس كده. انا هنسيب لك اللينك تحت في الوصف. اللينك ده لازم تتابع عن كل ما ده كده تتابع لايه? اللينك ده. تدخل تشوف اسمها العملات اللي هتنزل. اللي هتنزل على منصة. ده الفايدة من اللينك ان انت هم بينزلوا الاخبار. عن اسمها العملات او بينزلوا اخبار عموما واسمها العملات اللي هتتدول. على منصة بينانس قبلها باربعو عشرين ساعة. فانت شوف بيديك اربعو عشرين ساعة اوات. تلحق بقى لو انت عايز تشتري او ايا كان يعني. طيب لو انت هتتابعهم على تويتر. هم بينزلوا مسلا تغريدة على حساب بينانس. حساب بينزل تغريدة. تمام? وبيبقى مسلا اه كاتب فيها ان هيبدأ التداول على عملة كزا. اه الساعة كزا. وبمنازل تغريدة عادي. انت هترجم برضوك لو انت متعافش انجليزي فانت هترجم وهتتعامل يعني. تمام? تاني حاجة انت لما تترجم هتلاقي اصلا في التغريدة ان هو بيمنشن للايه? للا اسم العملة دي. يعني الشركة بتاعت العملة دية. او ايا كانت مسلا هو بيمنشن لك على في التغريدة. فانت تدخل بقى من المنشن دو تتعرف الحساب بتاعهم وتتبعهم وتتعرف ايه اخبار عنهم وتتأكد عنهم برضوك ان الناس دي تمام ولا مش تمام فريق العمل كويس مشهور معروف. المشروع كويس. اه يعني تقدر انك تستسمر فيها. كده يعني. تمام? بس كده يعني الموضوع بسيط يعني. طبعا اسيب لك لينك في الوصف تحت لو عندك اي سؤالة واي استفسار. تقدر تتواصل معي عن طريق كانت وتسهل هناك براحتك. تمام? وان شاء الله لو انا اقدر اجاوبك هجاوب ما اقدرشي. هابحث لحد ما هنعرف الاجابة هعرف النفس قبل منك تمام? وهنزل عليك برضو. والسلام عليكم وحمد الله وبركاته.